وعلى المزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العريش كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كريم بعد التحية ضعنا في الصورة لديك الآن فيما يتعلق بوصول المساعدات إلى مطار العريش تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل ما زالت هذه المساعدات تصل إلى جمهورية نصر العربية وتحديدا إلى مطار العريش منذ صباح اليوم وصلت إلى مطار العريش طائرتين من قطر وطائرتين من تركيا وطائرة من الهند عدد تقريبا الأطنان تجاوز أكثر من 200 طن حتى الآن من المساعدات المختلفة التي وصلت إلى مطار العريش هناك أيضا طائرة محملة بأكوادر الطبية لمساعدة أيضا الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة نتحدث أيضا بالأمس عن طائرة من الجزائر واليوم أيضا طائرة من العراق لذلك عدد كبير من الطائرات تصل إلى مطار العريش ربما من خلفي الآن هي سيارات وشاحنات النقل التي تنقل بالفعل هذه المساعدات ولكن هذه المساعدات مقسمة من الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية أيضا التي أرسلت عدد كبير من المساعدات وأعلنت اليوم أنها أيضا ما زالت تستعد لإرسال عدد كبير من الأطنان لمطار العريش ليتم بعد ذلك تخزينها هنا في مطار العريش عفوا في مدينة العريش في عدد من الأماكن ومنها الصلة المغطى الموجودة الآن أمام الكاميرا هذه الصلة المغطى بالعريش يعني بداخلها آلاف من الأطنان متواجدة في انتظار دورها لأن تتحرك على معبر رفح للدخول لقطاع غزة بالأمس كان هناك عدد من الشحنات التي دخلت إلى معبر رفح بعد الظهر تقريبا وتم الكشف عليها والتدقيق ما بداخلها ودخلها بالأمس إلى قطاع غزة من داخل المعبر 14 شاحنة وصلت بالفعل إلى قطاع غزة حسب الهلال الأحمر الفلسطيني لذلك هذه المساعدات ما زالت تتحرك قطوة بخطوة هنا مطار العريش تكون الخطوة الأولى لاستقبال المساعدات كما ذكرنا اليوم أكثر من 200 طن بالفعل وصلوا إلى مطار العريش عن طريقة طائرة تركية وطائرتين من قطر وطائرة من العراق وأيضا طائرة هندية وطائرة أخرى من تركيا محملة بيئة الكوادر الطبية تتحركون بعد ذلك ليتم تخزينهم في العريش ثم بعد ذلك إلى معبر رفح للدخول الأنباء أيضا منذ قليل كانت عن دخول عدد آخر من الشاحنات إلى معبر رفح ولكن لا يوجد أنباء حتى الآن عن دخولها إلى قطاع غزة لكنها دخلت إلى معبر رفح بالفعل ربما مثل الأمس سيتم التدقيق ربما سيتم الفحص أولا للتأكد ربما سيتم تقسيم المساعدات إلى أغذية إلى أدوية أو كل سيارة لها حمولة خاصة بها ولكن حتى الآن هي لم تصل إلى قطاع غزة حسب الأنباء التي وردت إلينا إلى الآن أيضا من أمام معبر رفح كان هناك عدد كبير من المتطوعين الذين شاركوا في نقل هذه الأغذية أو هذه المساعدات من السيارات إلى بعضها البعض ليتم تقسيمها حسب كل سيارة وحسب محتوياتها إذا نقلنا أيضا لكم صورة هامة جدا وهي صورة الأوضاع هناك في قطاع غزة كانت في البداية الشحنة الأولى التي واصلت كانت لا تكفي إلا ثلاثة بالمئة فقط هذه المساعدات أيضا زادت من نسبة أو خفضت من نسبة البشاعة التي تحدث بالفاعل في المستشفيات هناك في قطاع غزة إلا أن أمس كانت من أسوأ الليالي على قطاع غزة كنا في رفح والعريش سمعنا بأنفسنا أصوات ضربات وأصوات القصف المستمر طوال الليل ووصولا حتى صباح اليوم وظهر اليوم ربما جاءت من أسوأ الليالي التي تمر بها قطاع غزة حتى تهديدات مستمرة للمستشفيات للقصف وقصف حول المستشفيات لذلك ما زال الجميع ينتظر دخول أكثر قدر من المساعدات التي ربما تصف جزء منها هنا في العريش من خلفي وأيضا في رفح وما زال مطار العريش الدولي في استقبال أو ينتظر استقبال باقي المساعدات ومنها منظمة الصحة العالمية التي أعلنت أنها سترسل مزيد من المساعدات اليوم أو ما زالت تستعد لإرسالها اليوم للعريش نعم مستمرون مكة زميلي كاريم بيبرس لمتابعة الوضع في مدينة العريش وتحديدا في مطار العريش وبطبعة الحال عند معبر رفح شكرا جزيلا لك زميلي كاريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من مدينة العريش